السلام عليكم اصدقائي ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة ستناول موضوع علاقة الدين بالفساد وعلاقته بالدكتاتورية والنظم الديمقراطية وما يسمى دولة. فكونوا معي. السلام عليكم اصدقائي ورحمة الله وبركاته. لفترات طويلة اهملت او تم تجاهل الالاقة بين الدين والثقافة والدولة والمجتمع. هذه الالاقات المتشعبة والمتشابكة فيما بينها ادت بنا الى انعدام الرؤية وعدم قدرتنا على فهم ما يجري. بهذه الحلقة ستحاول الالقاء الله على علاقة الدين بالفساد وعلاقة الدين بمنظومة الاستبداد التي يتحكم بخيوطها رجال الدين في جميع مفاصل المجتمع تقريبا. مبدئيا يمكن وصف اي دين بانه دين اه يتطلب او يطالب الجميع بالخضوع التام له. هذه المسألة لا اعتقد احد يشك فيها لكن دائما نتغافل الاشارة اليها ونتغافل بحث هذا الامر بطريقة دقيقة وموضوعية. نحن نتجاهل هذا الموضوع بسبب حاجز القداسة الذي يغلف فيه رجل الدين دينه الذي صنعه بنفسه او ادعى بانه مكلف بتوزيع خيراته على الجميع. هذا الامر يخلينا نفكر بموضوع العلاقة الدين بالفساد. هذا العلاقة اه اعتقد علاقة لا يمكن التغافل عنها. طبعا لا اه قبل كل هذا لا بد ان نذكر بان الفساد هو موجود في جميع المجتمعات في جميع العنظمة وهو يشكل مشكلة لجميع الدول. لكن الدين ما دام هو دين استبجادي بطبعة ودين يرفض الاخر وهذا ليس عيب على الدين يعني لا يمكن ان نعتبر هذا شيء نقيصا للدين بسبب تاريخية الدين بسبب انه الدين يمثل الجماعة كما في عدي اكثر من حلقة تذكر هذا الشيء بان الدين هو هو القطيع او القطيع البشري او الجماعة البشرية والمقصد النهائي للدين هو دائما والاولوية الكبرى للدين دائما ان يحافظ على وحدة الجماعة وتماسكها ويتغافل عن كل الاضرار الاخرى الجانبية وهذا اللي يحدث فعلا وهذا ايضا سبب نجاح الدين في اه ان يكون طريق صحيح طريق الانجح لاستمرار الجنس البشري هذا اللي صار لهذا السبب شوف انه الدين نجح في جميع البلدان وجميع الشعوب عبر التاريخ لكن ادما اه الانسان تطورة مثل ما يعني كل شيء يتطور كل شيء يتغير الدين لم يتطور والسبب لانه هو اه ظل محمل بهذا الارث او بالاسلوب او بالتقنية او بال يعني بال بالاجراءات او بالمقدسات التي اخترعها لكي يحافظ على هذا الكيان الكيان الدين نفسه اللي هو يمثل بطريقة وبخرى المجتمع نفسه ولا او الجماعة لانه الدين لا يعترف بوجود مجتمعات انه يعترف بوجود مجتمع او جماعة خاصة جماعة دينية نحلة او نحلة دينية خاصة اه سكت هذا اه وكل ما عدا هذا هم من الكفرة او من الغرباء او من الوتنيين يعني اسماء كثيرة جدا لكن بالعموما هناك حاجز يفصل الدين يخلق حاجز بينه وبين جماعته وبين اه الاخرين اه مثل الطريقة اليهودية القوييم والاغيار يعني انه احنا هذا اله مالتنا خاص بنا وكل الالهة الاخرى هي الهة اما اه لا يعترف بها او غير موجودة او الهة صغيرة اه اه يجب القضاء عليها وهذا نفس الفكرة هي حتى الاسلام نفسه ما هو عند اله الخاص وحتى اسمه خاص لا يوجد عند الاديان الاخرى ويعتبر انه كل ما هو خارج حياظ هذا الدين بالتالي هي هو اشياء مرفوضة هذا هذه التركيبة هي لتولد الفساد لماذا لانه الدين عندما يكون موجود في منطقة محددة يجب ان يفرض قوة هائلة على الجميع لكي اه اه يشكل هذه الجماعة في عجينة واحدة عجينة دينية اسمها الاسلام او الدين الصحيح هذا يولد ردات فئل هائلة داخل المجتمع المجتمع بطبيعته والانسان بطبيعته لا يمكن ان لا يمكن لانسان ان يشبه الانسان اخر كل واحد اده شخصيته واده ظروفه واده دائقته واده لمساته الخاصة واده حاجاته الخاصة واده هواياته الخاصة وكل شيء يعني انسان مهما يعني في اقصى درجات الانضباط والانضواء تحت راية الدين او تحت راية اي اجيولوجيا يبقى جانب الشخصي فيه موجود مهما حاولنا ومهما يعني قسرنا يعني كثير من الحركات الاجيولوجية والدينية حاولت ان تلغي هذا الجانب او كما عملية الختان يعني تقص هذا الجانب الخاص بشخصية الانسان التي تعبر عنه وتحاول ان تقتل الجسد وتحقر من النفس الانسانية وتقول ان هاي النفس الشهوانية واجب مقاومتها وان كل ما يعني كل ما تدعوك اليه النفس هو بالضرورة وشرير وان الشيطان هو الذي يوسوس للناس هذه كلها محاولات للغاء الجسد وتحييده جانبا والغاية هي الانتصار لجماعة بدلا من انتصار الادات الانسانية لان بدون هذه العملية لا يمكن ان يتشكل المجتمع لابد ان الانسان ان يعني يمر بحالة ايثار او يعني يتخلى عن ذاته ويصير قد حب للمشاركة ولخدمة الاخرين والتعاون معهم وهذه العملية هي يعني الفكرة الاساسية الى الجانب اللي جعلته ينجح واللي جعلته ايضا الانسان يقدر هاي المسألة من يعني علية القوم او الناس الواعين في اي جماعة لكن هذا كان تمنى غالي جدا وهو انتشار الفساد بالمجتمع على جميع المستويات مناسبة هذا الحديث هو التعليق قريت قبل شوية يعني فيديو قصير لشرطه حول موضوع خرافة العمل الصالح وقلت فيه بانه العمل الصالح وفقا للمنظور الديني هو لا يتعلق بخدمة الانسان ولا يفكر بالانسان انما يفكر بالرحمن وخدمة الرحمن وانها كل ما يقوم به الانسان يجب ان يصب لا ليس في خدمته هو انما يصب في خدمة الرحمن او الاله فبالتالي ان الانسان لا قيمة له وعليه دائما ان يؤدي هذه المسألة وهي ولكن المفارقة وين انه رجال الدين يحاولون تغطية الامور تغطية الحقائق بانه يقولون بانه العمل الصالح هذا علاقة بالخدمات الاجتماعية والتعاون بين الناس لكن هذا كلام كاذب ومزيف الحقيقة ان العمل الصالح هو اداء الفرائض واكوى اشياء صغيرة مثلا رعاية تجار وما على ذلك لكن هذه كلها اشياء جانبية لا وحتى هذه الاشياء الجانبية وبالدرجة العاشرة يعني من الاهمية الاهمية الاولى طاعة الله والرسول واداء الفرائض هذه القضايا الاساسية في الدين هي هو هذا اللي يسمى العمل الصالح اكوى اشياء صغيرة بعد ذلك بالدرجة العاشرة لكن كلها اه تأتي من خلال طاعة الله والرسول ولكن هذا كيف يحدث يعني انه انت اه تقدم مساعدة للاخرين ليس لانهم اخرين لكن لانه فقط انت مطيع للرسول او هم ايضا مطيعين لله والرسول اي نظام الدولة الاسلامية بشكل عام لان اللهم هو الله هو هو يعني رمز الدولة الاسلامية بالتالي لا وجود لشيء اسمه المجتمع الحديث المتعاون الذي لا يقوم على اساس الالتماء الديني او الالتماء الارقي او التفرق او التمييز العنصري او الجنسي وهذا لا لا الوم الدين عليه بالمناسبة يعني انما اه اه الوم من من يفكر بانه اه المنطق الديني الذي حكم العصور القديمة قبل الف سنة نحاول ان نطبق كما هو في اه عالمنا المعاصر كان ذلك المنطق في ذلك الوقت كان مطلوب ان يكون الدين الى الاولوية لانه لا يمكن اه تشكيل جماعات متماسكة بدون هذه الالية العمل او هذه الاستراتيجية او او المبادئ الاساسية والاركان الاساسية لها تلك الاديان الان السيستم اختلف تماما لانه الان العالم بحاجة الى ان والانسان بحاجة الى ان يلتقي باخيه الانسان لانه حتى لا تستطيع ان تحارب جميع حتى ما الحاجة للحرب مع الاخرين لن تؤدي الى شيء الحرب الان مسألة خطرة جدا وتدمر كل شيء وبالنهاية لن تربح اي شيء والقضية الاساسية الان انه كيف تتعاون مع الاخرين انت بحاجة الى الاخرين لا يوجود لدولة في العالم الان لا تحتاج الدولة الاخرى او الشعب الاخر هذا امر اصبح مفروغ من عنده كل الشعوب الان بحاجة الى الشعوب الاخرى ولا يمكن ان يكتفي شعب واحد بما لديه حتى الدولة العظمى من روسيا اه وايضا امريكا وكل دول العظمى كلها تحتاج الى بعضها هذه مسألة مفروغ منها بالتالي مسألة شنحرب او 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 اه رفع جدار عزلة بينك وبين الاخرين سواء بحجة دينية او بحجة سياسية او بحجة عنصرية او اي يعني ما هذا امر مفروغ من عنده كما قلت اللي اللي حرضنا على هذا الفيديو هو الان المباشر هو انه اه قال احد الاصدقاء تعليقا على هذا الموضوع انه اه انت دعيت في الفيديو الاخير قبل الاخير الى انه الى اضراب ضد الاضراب عن المشاركة في الجوامع واضراب عن الحجاب وعدم اه عدم اه تطبيق التعليمات الدينية لمدة سبوع وسبوعين وهذا كله اه كما دعوت انا في وقتها اه الى ان هذا يعبر عن نوع من احتجاج المجتمع على تصرفات ومواقف رجال الدين المتزمتة التي لا تتوائم مع العصر وهذا نوع اه يعني ينطي نوع من ال اه الديمقراطية للالاقة بين الدين والجماعة البشرية التي يدعي تمثيلها ويدعي انها اه تابعة له ففكرة التبعية للدين هي فكرة اصلا يجب مراجعتها ويجب عدم اعتبارها مسألة اه غير قابل للنقاش لا بالعكس الدين يجب ان يكون منفتح اكثر لان هي القضية بيكملها ما هي الحاجة الحاجة لان تتشكل جماعة تشعر بانتمائها لبعضها تشعر اه تحاول ان تنظم امورها تحاول ان تنظم علاقاتها مع الاخرين النمط الالاقات مع الاخرين كانت نمط عدواني نمط ازالي نمط انغلاقي الان النمط يجب ان ينتنقل بالمعادلة ويجب ان الانسان ان يرتب امورها الرجل هذا قال بالتعليق هو صديق عزيز اه حسين اعتقد اسمه قال انه انت كنما تدعو لان اه 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 ان رجال الدين يبقون في المساجد وفي الكنائس ويخدمون كما يخدمون في الكبريهات بس خلنا اشوف بالضبط ومعرف شنو قال خلنا اشوف هو قال شي محدد ها هنا قال انه لابد ان نحاول المساجد والكنائس الى كبريهات ويخدم فيها رجال الدين انا قلت بانه الكبريهات هي اقل سوءا من اه المساجد والكنائس والمعابد الدينية لماذا لانها اصلا لا وجود لا حاجة لوجود كبريهات ولا اه يعني علب الليل او حتى العاهرات او يعني اه الزنا وما الى ذلك كلها لا حاجة لوجودها اه الا بسبب وجود رجال الدين والتعنت والاستبداد الذي اه يسيطر على يعني نمط اه اه الروح الطغيان والقتر والقصر التي اه اه تشيئ داخل المجتمع باكملة والكل يراقب الكل اه هذا العملية باكملة هي اللي ولدت الحاجة الى وجود الفساد والفساد الاخلاقي خاصة اه وانتشاره بشكل غير طبيعي في مجتمعاتنا لكن اه يأتي من يقول انه المجتمعات المنفتحة والحرة هي التي ينتشر فيها الحلال الاخلاقي وهذه مسألة غير صحيحة على الاطلاق واني عايش في هذه البلدان وهذا كلام غير صحيح وغير موجود على الاطلاق يعني اذا اكو شي فا اماكن خاصة و اه موجودة مولي انه هناك انحلال اخلاقي انما هنالك اناس لا يسأل اتم نمط خاص يعني انتم هو هاي يعني مثل واحد قده هواية يعني يمارس قضية معينة واحد مثلا يمارس يعني يلبس شيء معين او يلبس انا اكو شيء خاصة قد الناس فيمارسوها يقول لك انا متعود هكذا فهؤلاء يزولهم مكان ويدفعون ضرائبهم ويتجري مراقبتهم وفحصهم بشكل مستمر وهؤلاء يمارسون العمل لانهم يعتبروا عمل لكن مو يعتبروا واسطة لتفريغ العوز او الحاجة الجنسية التي يعني التي قاتلها او دمرها رجال الدين او الناس المتنفذون في المجتمع فالمسألة تختلف تماما فبالتالي اقول ان انتشار الفساد والانحلال الاخلاقي والانحلال الاقتصادي والانحلال الانساني والاجتماعي وكل المجالات هاي بسببها هو هذا الاستبداد الديني الذي لا يريد ان يراجع نفسه ولا يريد ان يؤكد بانه قادر على ان يكون اكثر مرونة ويتفاعل مع الناس ويقدم لهم ما يحتاجونه بالنهاية الدين هو خدمة الدين مثل اي شيء اخر السياسة ايضا هي خدمة خدمة لمجتمع هونالك ايضا لابد اشير الى مسألة مهمة دائما يجري الخلط بها دائما نشعر بانه الدين هو مسألة مقدسة لا يجوز انتقادها وهذا المسألة هي هي من اس من اكبر اسس الفساد لان رجل الدين يجب ان يشعر بوجود خطر يجب ان يشعر جميع رجال الدين بدون استثناء مو هذا ما جماعة دون جماعة لا بشكل عام دائما يجب ان ترفع اه حجب القداسة عن رجال الدين ويجب ان ينتقدوا ويتم نقدهم بشكل مستمر ومراجعة كل ما يفعلونه وهذا جزء من الديمقراطية الحقيقية لانه عدم انتقاد هؤلاء هو السبب رئيسي من اسباب الفساد لماذا اه وهذا يعني حتى جاوب على هذا لابد ان اه حاول ان اه انفي فرية اخرى وهي ان السياسة هي سبب الفساد والسياسيين وتجار الدين ما يسمى وهؤلاء المزيفين يعني الممثلون والاديان المزيفين هم السبب هذا كلام غير صحيح الدين هو المهيمن على المجتمع باكمل السياسة والدولة اه في مجتمعاتنا يعني احنا ما زلنا بالقرون الوسطى يعني ثقافة قرون الوسطى احنا الدين يهيمن على كل شيء والسياسة والنظام الدولة والدولة باكمله هي اه جزء من اه اجزاء المجتمع وليس الجزء الذي يعني الكلي للمجتمع لا الجزء الكبير والكلي لمجتمع هو الدين الديني هو اللي يغلف كل حياتنا وكل تفاصيلنا ويتحكم بالصغيرة والكبيرة ويتدخل في كل شيء وحتى رجل الدين اصبح خارج يعني حتى اكبر رجل الدين داخل المجتمع اه هو اصبح يعني محكوم بالفضاء الديني الذي اه الذي صنعه هو واسلافه فبالتالي كل احنا محكمين بهذا الفضاء الديني وهذا الفضاء مثل ما يحكمك يحكم الصغار يحكم الكبار ويحكم السياسيين واحكم رجال الدين وهذا كله ادى بناء ان نكون مجمعات منشطرة لاننا لا نستطيع ان اه يعني سبب رئيسي الاكبر لفساد الاخر انه نحن نعيش في زمن الديني وهذا زمن غير محدود غير موجود في داخل الحياة يعني موجود في الذهن موجود في الناس اه هذا الزمن اه مغلق اه غير متحرك غير متطور لا لا يرتقي الى مستوات اخرى ليس لديه مشروع واضح اه مبني على خطوات اه ويعني خطوات واضحة لهو اه هذا النص مقدس ويجب ان نتبع النص اه اي خلل احنا دائما نرجع للنص وهذه المصدرة نمشي عليها الى الى النهاية هذا اه يعني هذا مشروع فاشل بامتياز مشروع اه يبدو ابتكروا ناس كانوا يعيشون ضمن مساحة صغيرة ويعتقدون بانه الكل ممكن ان يتبعون هاي الخطة والاه المسألة الاساسية للدين اللي اه يعني اللي يعني اللي يعني اللي يعني دجالة ينجح في هذه العملية انه اه اه يستخدم اساليب القهر والادوان والاستبداد والاستكبار وغسل العقول منذ الطفولة تجد انه طفلنه عندما يولد رأسا يسبحون في اذنه ويقرؤون القرآن الى ان يموت هو من المهد الى اللحة هو يعيش في اه في حضيرات الدين فلا يستطيع الخروج من اثناء ماذا يفعل المسكينين فبالتالي لا يستقيم اه حتى عندما يستمعون لا يستوعبون اي شيء هذا كله يولدي بالنتيجة على قضية اساسية وهي ان الدين عكس ما يدعي هو الدين اه الموجود المعاش او الشائع او الموروط هذا الدين هو ضد الفطرة ضد الفطرة الانسانية بالكامل هو يدعي بانه الدين دين الفطرة ويدعي بانه مغروس انه اصلا يعني هذا الدين موجود داخل الانسان بالحقيقة لا عكس هذا تماما الدين اصلا وجده لكي يعني يدمر الفطرة لكي يشوه هذه الفطرة بل ويسحقها سحق تام تجدها يسحق الجنس النزعة الجنسية احيانا حتى بعض الانديان باليهودية يعني حتى ممنوع التعري اثناء ممارسة الجنس بين الزوج والزوجة لانه الهدف من الزواج والعلاقة الجنسية مو جنس نفسه ولا التمتع بالجنس اللي هو مسألة طبيعية وفطرية لا هو الهدف بس انجاب الاطفال وهؤلاء الاطفال هم جزء من القطيع الديني او الجماعة الدينية يعني حتى ولادة الاطفال هم راح يشكلون الوسيلة التي سيستمر بهذا الدين والتي سيقاتل بها الدين الاخرين الدليل على كلامي ماذا الدليل على انه دين عمره حتى يعني طبعا كحصاءات كثيرة وكو دراسات اكاديمية محكمة تتحدث عن علاقة الدين بالفساد وهذا قلت ان المسألة يعني ليست افتراضية انما ممكن اي واحد يتابع الدراسات خاصة بالانجليزية اللغات الاخرى يجب انه الدين الى علاقة وطيدة جدا بالفساد باعتباره نظام او منظومة استبدادية الامر الاخر يتشير الى انه الدين ينفي وجود الانسان او يحاول ان يدمر الانسان وهذه العملية تجعل الانسان في يعني لا يمكن ان الانسان ان يتخلى عن انسانيته يعني هو كأن يعني هاي هاي طبيعته كما قلت لانه هو يقتل فطرة الانسان الطبيعية ويسحقها فبالتالي انسان يعني ذات يعني انسان هو بالضرورة مشاعر وحواس وحاجات ورغبات وشهوات فهاي لا يمكن ان تقتلها يعني الجسد من القوة حتى ينتقم ممن يحاول ان يسحق الجسد وارادة الجسد اقوى من اكبر سلطة في الكون فبالتالي هو الجسد قدما يجوع يجوع لا تستطيع ان شقناه بانه ليس بجاع قدما يشتهي امرأة يشتهي امرأة يشتهي جنس قدما يعطش يعطش هذه لا تستطيع ان تتلاعب بها لكن الدين عند طرق خاصة يعني يموه الامور لكنه تبقى الامور بطريقة والدين ايضا والمشكلة الاخرى ليش يشجع على الفساد لانه لا يهتم بالفساد اصلا هو الفساد هو اداة من ادواته لممارسة سلطة وسيطرته وبالدليل انه عندما تجي على مقاصد الشريعة ما هي مقاصد الشريعة يقول لك الاولوية للدين وهي وضعها الشاطئة بس هي مبنية على على يعني على اصول الها علاقة من ايام البعثة النبوية وايضا الها علاقة بالاديان ككل انا لا تحدث عن الاسلام فقط جميع الاديان ادها الاولوية للدين نفسه اما انه اولوية للقطيع او للجماعة هذه المسألة منطقية واني يعني لا ليس لدي اعتراض عليها اعتراض عليها ان تطبق في عالمنا المعاصر هذا اعتراضي واقول انه هذا المنظومة وهذا السيستم لا يصلح بعد للعمل في حياتنا وهذا سبب كل المآسي اللي احنا جاين ايش دعنا اخذ فاصل والان بالمقارنة قلت انه طبيعة الدين الاستبدادية هي سبب رئيسي لوجود الفساد اه بالمقارنة مع الغرب او الدول الغربية والديمقراطية تجد انها اه ايضا لديها فساد طبعا لكنها من الدول التي اه يكاد الفساد بها ان يكون محدود جدا ولا ذكره له تجد حتى المواطن العادي ليستغرب وجود شيء اسمه فساد ولا يفكر اصلا ليس في ذهني الفساد طبعا موجودة حالات لكن حالات قليلة وحتى نمط هذا الفساد نمط ليس بالطريقة الاسلامية او طريقة المجتمعات الاسلامية الاستبدادية لا حتى هذا هو يتلعب بالقانون او يستغل ثغرة في القانون لكي يمارس الفساد يعني تخيلوا حتى عندما يمارس الفساد يمارسه ليس بالطريقة التي نمارسها نحن نحن نمارسها بشكل علني ولا غير خجول وحتى الدين نفسه لا يقاوم هذه المسألة تجد خطباء المساجد لا يشكلون اي حملة لمقاومة الفساد وكأن الفساد مسألة لا علاقاتهم بها بالعكس او انهم لهم علاقة بها او يجرون تغطي عليها وهذه مسألة حقيقية لان الدين يقول لك انه يطبقون الحديث النبوي مع ابو ذر يقول لك المهم ان لا تشرك بالله هو ان سرق او فسد او زنى الانسان فهذا مبدأ اساسي بالدين وان اؤيد هذا الحديث في ذلك الزمن انه الاساس انه انت لا تشرك بالله وفقلا هذا كلام صحيح المعنى انت لا تخون الوطن هي شنو اللي بكات الله هو الله هو الدولة هو النظام هو السيستم الكامل الذي ينضوي تحته الجميع وبالتالي اذا انت هذا اشركت بي او او خنت فهذا امر غير منطقي انا دائما ندعو لانه نفهم ما هو الدين لان احنا نصور الدين الى علاقة بالله وبالكون بالمجرات والذي خلق كل شيء وسوى هاي كلها كلام ما لا علاقة بالموضوع الموضوع انه اكون مجموعة بشرية هذا عدت نظام اسمونا دين وهذا نظام الشعار مالته الاساسي هو الله او يعني هو اتبر اسماء مختلفة حسب كل جماعة هذا هو الدين لكن هذا النظام ما يدير بال بالصغار المسألة الاساسية هي وعدة الجماعة حتى اذا كان اكو اشياء اه سخافات وفساد وحتى ظلم كبير فيما بينهم المهم الدولة باقية والجماعة متماسكة رغم المساوة هذه الاولوية الاساسية وهذا كلام معقول كما قلت في الزمن القديم اه عندما نجي نقارن هذا من السيستم مع السيستم الدول الغربية الحديثة او المعاصرة نجد انها نسبة الفساد قليلة جدا هذا يعني ان علاقة الدين بالفساد علاقة اساسية وجوهرية وقلت انه الدين والدولة اكو اكو وهم انه هناك شيئان الدين ودولة في مجتمعاتنا احنا ما عندنا دولة احنا عندنا دين فقط هذا وهم تم استيرادة من الغرب الغرب اتهم شيء اسمه دين ودولة من ايام المسيحية ما لله ما لله وما لقيسر لقيسر هذا موضوع مختلف فكان هو سيستم معلاتهم هكذا يعني احنا ما عندنا هذا الشيء اصلا احنا الدين هو الدولة نفسه يعني اصلا ما عندنا دولة يعني ما كو شيء اسمه دولة هذا كلمة حديثة ووجدت الان وكل المحاولات صار مئة سنة انه نشكل دولة نعيش تحت وطعتها او تحت اه فعلا احنا نعيش وطعتها يعني احنا لا نعترف بالدولة وما زلنا لا نعترف بالقوانين بل لا نفهم القوانين ولا نفهم ما هي الدولة ولا نفهم ما هي المؤسسات وما زلنا وعينا قاصر عن ادراك هاي الامور لاننا ما زلنا ضمن الوعي يعني ضمن المناخ الديني اه الغيبي الذي يفكر بالنصوص وكيفية الاذعان لها والاذعان واحدة من معاني كلمة الدين والامتثال ايضا وهذه كل الابارات يعني هي هنا القضية فالتعدمات يجي على النظام الغربي النظام الغربي اه سوى اه يعني وهذه القضية راح اتناولها بعشوه انه النظام الغربي سوى نظام للحريات اه نظام ديمقراطي فالمواطن عنده حقوقه مضمونة فما لدائل الفساد يعني شون الداعي ليش فسدان هوذا هو حقوقه مضمونة وحتى ذا في اللحظة التي لا يعمل فيها هناك من يقدم له مساعدات وهناك مؤسسات منفصلة مستقلة تأتي لتساعده خصيصا ويعني لا تترك احد من افرادها وحيدا شريدا طريدا محاربا يعني مكفرا مثل ما نحن نفعل لانسان لا قيمة له لماذا؟ لان الدين لا قيمة له وهذا السبب. نحن نبدأ أن الدين يهتم بالإنسان لا مستحيل. الدين للإنسان ليس مهمة. لهذا السبب تجد الإنسان غير مهم. ليس لأن الدولة لا تهتم به. لأن المجتمع يكمل أن لا يهتم بالإنسان. بياريت ما يهتم. بل لا يعترف بالإنسان أصلا. يعتبر هذا الشيء غلط يعني. الشيء الآخر هو الفساد إلى علاقة بالحقوق والتربية. حقوق الإنسان غير موجودة. فبالتالي أنت عندما تستلب حقوقك. أو يجري إهمالها. أو يجري اقتصابها يوميا. مجتمعاتنا يوميا نقتصب. المسألة ليست قضية الزنا المحارم والزنا الأخلاقي والجنسي. لا، لدينا الزنا الزنا الإنساني. نمارس الزنا الإنساني. نزني بالإنسان ونستخف به. ونقتصبه يوميا ولحظيا وذهنيا وفكريا ودينيا وشرعيا. وبكل المواصفات نحن نعاني من الزنا بالإنسان وليس الزنا بين اللقيان والولدان. فبالتالي الفساد له علاقة بالحقوق والتربية ومجتمعات الغربية تربي مجتمعات الأطفال منذ وقت مبكر على أن يكونوا يفكرون بحرية. أن لديهم حقوقهم ويعرفون أن مناطق الفاصلة بينهم وبين الآخرين ما يفكرون به يفكرون به بشكل مستقل. وما يقررونه يقررونه بشكل مستقل ووفق إرادتهم وحاجتهم. الدين بالمقابل في مجتمعاتنا لا يمنع حقوق بالعكس يأخذ حقوق. يعني هو حتى يعني هو تعليسة عندك حققته إنسان عابق يعني. الإنسان بالمناسبة ككلمة ما لها علاقة بحقوق الإنسان أو بالمعنى human being بالإنجليزي. لا موضوع آخر. إنسان كلمة إنسان بالعربي لها علاقة بالإنس أنس العين. الأنس العين أو الشخص الذي يرى من بعيد. فهذا يسمى إنسان أو هي يعني لها علاقة بالرؤية. ما لها علاقة بالإنسان ككيان وكينونة وخصوصية. يعني أدى شخصية اعتبارية. لا هذا موضوع مختلف تماما. ومسألة هي علاقة أيضا بالعقل والعلم. هاي كلمات كلها بيها شكالات كثيرة يعني. بالتالي الدين يهتم بموارسة التمييز ضد الآخرين. ويجيز ذلك. فهو التمييز بالنسبة له. فكيف أنت تميز بين الناس وبعد ذلك تريد أن لا ينتشر الفساد فيما بينهم. كيف؟ لا يمكن. أنت عندما تهدر حق المساواة وتضع الناس في مراتب. لكن مراتب واللساء يختلف عن الرجال والأطفال يختلفون عن النساء. وهذا متدين وهذا كافر وهذا مشكوك في دينه وذلك مسيحي وهذا إذمي. هذه الطبقات الهائلة التي جاي تخلقها. كيف بعد ذلك لا تدعي أن هناك فساد. وأيضا فوق هذا أنت بعد ذلك تطالب الجميع بأن يخضعون لك رغم أنفهم. وأن يقدمون خدماتهم لولي الأمر أو الحاكم الأكبر. وطاعة الله ورسوله وأولي الأمر على حساب أي شيء آخر. فهذا بالتأكيد. هذا اللي أنا قلت عليه أنه هذا الدين صمم خصيصا لكي يطعن الفطرة ولكي يسحق فطرة الإنسان الطبيعية. ومع هذا ولكي يؤكد هذا النزع لسحق هذه الفطرة يدعي بأنه دين الفطرة. تخيل الطريقة يعني أعتبرها عبقرية من رجال الدين أنه يقول شيء وعكس. يعني يدعي كل شيء خاص به أنه شيء عظيم وجميل. لكنه بالحقيقة هو يفعل عكسه تماما. عندما يقول الدين هو الفطرة وطبعا هذه التأويلات ما لها علاقة بالقرآن. القرآن يعني بها قضية. لكن التأويلات الدينية التي رسخت عبر التاريخ أنه الدين الفطرة. وأنه هذا الدين موجود بالداخل الإنسان. يعني تخيلوا شو بالكذب العلني. يعني لو كانت فطرة موجودة فعلا. لو الدين هو الفطرة فما الحاجة للإرسال الأنبياء. يعني هذه أبسط دليل. ما الحاجة لأن الأنبياء الصعدين نازلين رايحين جايين. وكتب سماوية وملائكة رايحة وجاية والدنيا محتركة وحروب مشتعلة. وغزوات وقريش ودخلة وعلى روما وملايين الناس ماتت. هذا على ما يعني. إذا كان الفطرة خلص كل واحد يقعد بيتها ويشتغل على الفطرة مالتها يعني. يعني مثل واحد يأطيش وياكل ويشرب. فهذا واهم وكذب يعني مفضوح. لكن الناس لا تعرف هذا الحقيقة. أنا الآن أول مرة يسمعونه في هذا الكلام. يقول لك الفطرة. لو كانت فطرة موجودة فما الحاجة للوجود نبي محمد. وهذه الدنيا كلها محتركة على ما يعني. ما كدعي. لا الله يرسل نبي ولا يرسل كتوب ولا يرسل أيشة. هي الفطرة موجودة وخلص. نعيش على حب الله كما يقال يعني. الدين أيضا هو سبب الفساد أو المنظومة الدينية. يعني لا أقصد الدين الشعاء والمنظومة الدينية اللي تدخل باللغة وبالتقاليد وبالعادات وتدخل في كل تفاصيل حياتنا. هذه ما تعترف بالحدود. ولا تعترف بالدولة. فأنت كيف تضمن وجود دولة لا فساد فيها. الآن لا يمكن أن يعني. طبعا قلنا الدين هو ما عندنا دولة إحنا. شبح دولة مستورد. مثل ما نستورد السيارات. والوسائل الاتصال الحديثة. من الخارج. فهذه نفسها. جاء تجينا. لكن تجينا ما نجيد التعامل. كما قلت. فبالتالي أنه الدين لا يعترف بالدولة. لا يعترف بالحدود. لا يعترف بالحدود. دين لا يعترف بالحدود. حيث الدين الإسلامي هو هكذا. وحتى المسيحي. لا يعترف بالحدود. فكرة الحدود لا موجودة أصلا. حدود حدود المتس. كلمة حدود ضخمة إرادة للشغل. بالتفكير مالتها. الحاد والحدود تركي حدود الله. لا تقربوها ويتفاصيل بها. لكن عموما. هناك حدود الله. لا يوجد حدود الدولة. لا يوجد حدود الدولة. ولا حدود مستمع. ولا حدود أي شيء. هناك حدود الله. فالحدود هي حدود بالعقوبات. لكن هي أيضا تجي بمعنى الأوسع. هو معنى حدود الجماعة. حدود الدين. ودار الكفرة ودار المؤمنين. لا نقول دار الحرب ودار السلام. لا. نقول دار الكفرة ودار المؤمنين. ما بين أمونين. أو بين عالمين. أو بين عالمين فسطاتين. فبالتالي كلما لا تعترف بحدود. لا تعترف بدولة. وهذا ما أنا لا أتحدث عن أطلال أصباب مني. أتحدث عن الأشياء الأساسية التي لا تقبل الجدل. فحتى لا واحد يتهمني ان انت جاء تحت اشياء من جيبك فما علاقة هذا لما دامت لا تعترف بالارض ولا تعترف بالشعب ولا تعترف بالوطن ولا تعترف بالدولة الحديثة وهي كلها مصطلحات حديثة طبعا الوطن والشعب والدولة فبالتالي كيف ممكن ان تجعل هذا الانسان المتدين يرتبط بالارض والوطن والدولة انت لابد ان يكون لك حدود محددة لهذه الدولة وهذا الانسان الموجود مسلم او غير مسلم او مسلم فكيف يرتبط بالدولة لا بد ان تطبق نظام الدولة الحديثة فالدولة الحديثة تحتاج مواطن انت جايب لمؤمن فكيف ممكن ان يرتبط المؤمن الذي هو ضمن سيستم لا يعترف بالحجود ولا يعترف بالدولة الحديثة فكيف ممكن ان يخلص هذا الانسان لهذه الدولة الحديثة كيف اتمنى ان واحد يتمعن بهذه الفكرة حتى يكتشف الفكرة التي احتشو بها انا دائما مشكلتي مع الكثير انه كلامي مرات اذكر اشياء البعض اعتقد بانه يعني الرادي له هضم لانه احنا متعودين نسمع اشياء جاهزة فانا اطرح افكار نوعا ما بها شيء جديد فهي تحتاج تفكير عميق وبالتالي يحتاج ان واحد يسمحها اكثر مرة حتى يهضمها يعني مثل ما واحد متعود ما متعود على اكله جديد فالافكار كذلك اكو افكار انسان متعود يسمحها من خلال يعني يومية يسمحها من رجل الدين بالاذاعة بالتفزيون اكوشات يتكرر يوميا فاتعود عليها ويبدأ يفهمها بطريقة او باخرى لكن انا عندما اطرح افكار جديدة وهذا طريقتي يعني اصلا انا اذا ما عند افكار جديدة شكوا طالق واحد شواكوا معي فبالتالي هاي الافكار الجديدة تطلب مأدة جديدة يعني او مأدة تتعلم تتعود على حظم هاي الافكار وتمثلها وبعد ذلك استيعابها وربما يعني تقولوا لي تغلطان فلان شيء يعني انا هو هذا الهدف انه انا عند اكتشف افكاري هل هي يعني رايح صحيح او غلط او انه ممكن نعدلها ممكن نطورها وهكذا فبالتالي انت انسان ما يرتبط لا بدولة ولا يرتبط بارض ولا يرتبط بالاخرين يعني هاي المصيبة يعني انت الدين ما يقول لك انت ترتبط بالاخرين الاخرين هم اخوة او اعداء اما اخوك في الايمان فمدام اخوك في الايمان فانت علاقتك بي مو بي يعني علاقتك بالله حتى عند من تلاحظون مرات يقول لك الشكر لله يعني حتى هو صاحبك وصديقك واخوك وزوجتك وابنك فانت تقول لك شكرا لك شكرا لله معناته علاقته بالله ايضا انه حتى هذه الالاقة الانسانية البسيطة مع بين الناس هذه هي اه لله تخيل واكو اه اكو عبارات من هذا النوع كثيرة جدا اختم بالقول انه لا وجود لنظام اخلاقي بالنهاية انضباطي واضح لانه ما اتوجد الدولة وهذا يعني النظام الديني للاخلاق والقيام والعادات والحدوط او الاقوبات نظام ملا اه لا علاقة بالدولة وهذا يسبب اشكال كبير جدا فانت لا انت مسوي نظام جديد او مغير او مجدد منظومتك الدينية او منظومتك الفقهية والتشريعية حتى تتأقلم مع الواقع الجديد ولا انت تقبل بالواقع الجديد وظالين احنا انتم بهذرين الشعوب باكملها وشعوب بالمئات الملايين من المسلمين لحد الان ما يقرفون شن الموضوع يعني وتدع بانه الطريق الصحيح ونرجع للخلف فان هذا الطريق الكسولة اللي اعتبرها في قمة الغباء وقمة الاستخفاف وازدراء الناس وعدم انتباه لمصالحهم بقدر انتباه لمصالح الدين او رجال الدين المهيمنين او المنتسلطين على رقاب الناس عليكم ان تتحمل بالمسؤولية اذا انتم تقولون احنا قدر المسؤولية وهذا دين صحيح يلا رأونا دينكم الصحيح ترأونا قدمونا نموذج ناجح لا تقولون لا اكو حرب اعداء الاسلام واذا اكو اعداء شنو مشكلين طبعا كل مشروع اكو ناس اعداء وكو ناس رح يقاومونه اذا انت مشروعك ناجح لازم تدرس كل هاي النقاط وتشوف انه انه هذا المنطقة مثلا انا انا اسوى مشروع لابد اكو منافسين واكو معادين وكو ناس اتو مصالح اخرى فانا اضع ضمن المشروع المال تقول مشروع ناجح وديني صحيح فالصحة اللمنها رح تجي انت حاسب حساباتك كلها عندما تفشل فانت المسؤول مو الاخرين مو تلت تتحجز بالاخرين يعني ضربني وبكى وبعدين سبقني واشتكى فما يسير فالعلة بيك علة بدينك وحتى الرجل الدين اذا اساء التطبيق فمعنات دينه ما حسب حساب وجود رجال دين سيئين فبالنتيجة السيستم النظري الذي توضعونه هو العلة تكمن فيه وهي التحجز ويضحكون به على الناس هذا اصلا اصبح من العار انواع دي مارسة هو اي انسان عنده ذرة اخلاق وذرة احترام النفس وللاخرين عليه ان يكاشف الناس ويكشف لهم حقيقة الامور اختم وقول هناك جوهر الفساد الاساسي والاكبر هو في استحالة نقد رجل الدين ورجال الدين ودين نفسه الشاء رغم انهم يتحكمون بكل شيء شكرا جزيلا وعاصف علي طالع ومع السلامة